اشتركوا في القناة الحجاب واجب شنه هو الدليل العقلي على ذلك الصوم في شهر رمضان واجب مو في شهر شوال شنه هو الدليل العقلي على ذلك كل هذا الطلب طلب المستحيل لماذا؟ لأنه احنا اول نبحث في الاصل ان الله موجود وان الله بعث محمدا صلى الله عليه وآله نبيا وان القرآن حق اذا انت هاي الاصول قبلتها ما يتفرع على هذه الاصول من احكام لازم تقبلها حكم الحجاب دزل في القرآن لازم تقبلها صلاة الصبح وركعتيا هذا بيّنه الرسول صلى الله عليه وآله لازم تقبله اذا قبلت الاصل بالنسبة للفرع ما يحتاج الى استدلال عقلي مثل ما واحد يريد يروح للطبيب الطبيب يأمره بأدوية أو ينهاه عن أطعمه يقول لا لازم تجيب للدليل العقلي على أن هذا الدواء الكذائي هو علاج لمرضي وتجيب للدليل العقلي على أن الطعام الفلاني يضر بصحتي زين إذا إنسان هاي شيء يطلب من الطبيب ماذا يقول الطبيب يضحك عليه يقول له تعال أنت تقبل آني طبيب لو ما تقبل مقتنع بأني طبيب لو مو مقتنع إذا ما مقتنع بأنه آني طبيب أصلا مجيئك إلى هنا خطأ أما إذا تعتقد بأني طبيب وأن الأطباء هم أهل خبرة في تشخيص الداء وفي إعطاء الدواء إذا قبلت الأصل لازم تقبل الفرع الآن شلون أبين لك أن هذا الدواء شنو هو والمرض اللي بيك شنو هو هذه أمور تخصصية أحيانا الأطباء يبينون لكن أحيانا أمور تخصصية تحتاج لها سنوات من الدراسة أنت إذا قبلت الأصل تقبل الفرع نعم إذا أنت شكت في الأصل الآن مثلا واحد في مرض يروح عن طبيب يحتمل أن تشخيص الطبيب خطأ يروح إلى طبيب ثاني إلى طبيب ثالث وأحيانا مثلا في المستشفيات يشكلون لجنة طبية يعني مجموعة من الأطباء يأتون ويقررون بالنسبة إلى مريض زيانا الأطباء مو معصومين قد يخطئون أهل الخبرة أهل الخبرة قد يخطئ لذلك يمكن أنت ما تطمئن إلى كلام طبيب واحد تروح إلى طبيب ثاني إلى ثالث لكن إذا أنت قبلت أن هؤلاء الأطباء هم أهل خبرة هسا إذا طبيب ما أعتقدت بكلام الثاني الثالث لازم تقبل ما يترتب عليه من تشخيص الأطباء زيانا بالنسبة إلى الدين أنت اللي قبلت أن الله موجود وأن الله بعث محمدا صلى الله عليه وآله وأن القرآن هو حق نزل من عند الله وأن الرسول معصوم كلامه ووحي وما ينطق عن الهوى إنه إلا وحي يوحى زيانا إذا القرآن قال توجه إلى الكعبة في الصلاة إهنانا إنت إذا مؤمن تسلم ويسلم وتسليما نعم قد تسأل هذا السؤال ليس لأجل العمل لأجل الفهم زيانا لماذا لحم الخنزير حرام قد يقال لك وجوه هي صحيحة أو غير صحيحة إذا وردت في الروايات مثلا وجوه صحيحة إذا وردت في مثلا كلام الأطباء وغير الأطباء قد تكون وجوه صحيحة وقد لا تكون وجوه صحيحة واحد يقول مثلا لحم الخنزير يميت الغيرة واحد آخر يقول لحم الخنزير فيه مثلا جراثيم ميكروبات كذا واحد يقول كذا وكذا وكذا يمكن يكون كلام صحيح يمكن يكون كلام غير صحيح لكن أنا الأصل قابلة القرآن قال حرمت عليكم والميتة والدم ولحمة الخنزير خلاص أنا مسلم إلى هل فهمت لو ما فهمت مو مهم نعم إذا أفتهمت يكون هذا زيادة علم أنا أصلي لأن الله سبحانه وتعالى طلب مني الصلاة هل ستزين هذه الصلاة فيها فوائد شنو هي هاي الفوائد فوائد معنوية فوائد مادية فوائد دنيوية فوائد أخروية عرفت لو ما عرفت أنا مسلم صلي صوم شهر رمضان الله أمر فمن شهد منكم الشهرة فليصمه عرفت السبب لو ما عرفت السبب قد يتذكر في بعض الروايات أو بعض الاستنباطات أن الصوم فيه فائدة للبدن تذكير الإنسان بالفقراء بالجوع بكذا كذا كذا تنظيم أمور الحياة ربط المسلمين بعضهم بالبعض الآخر وأمثال ذلك هذه فوائد هي صحيحة لو مو صحيحة هذا أمر ثانوي المهم أن الله أمر خلص أن يطيع الله سبحانه وتعالى ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر